نجحت كل من مصر واليونان في توقيع اتفاقية تعييني أو ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين وهذا الأمر كان مثار تفاوض ومناقشات على مدار سنوات طويلة وتم الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على هذه الاتفاقية بعد الإعلان من خلال وزيري الخارجية كل من مصر واليونان هذا التوقيع بيمثل في مجمله طاقة جديدة يعني نافذة جديدة إلى التنمية الحقيقية للمنطقة الاقتصادية الخالصة وكما كنا فيما مضى لا نستطيع أن ننقب على غاز أو بترول بيننا وبين قبرص بعد ترسيم الحدود نقبنا ولقينا حق لزهر وبعد ما وقعنا ويعيننا وحددنا الحدود بيننا وبين اليونان نستطيع أن نبحث وننقب ونشغل الأبحاث ونعمل مناطق امتياز في البحر متوسط في حدودنا مع اليونان وإن شاء الله هذه المنطقة زي ما قالت التقرير الأمريكية بتعوم على حقول بترول ونفط وغاز غير مسبوقة عشان بس الناس تبقى عارفة ايه الميا الإخليمية وايه الميا الاقتصادية كل تولة ساحلية على بحراء وعلى محيط من أول حدود اليابس اليابس الأرض يعني عندي في مصر ضمياط أو رشيد أو غيره عندي هنا هو أدي اليابس أهو هنا عندي مصر هيه هنا ضمياط أو اسكندرية أو غيره دا اليابس الأرض يعني باخد من أقرب آخر نقطة لليابس باخد خط بعدها 12 ميل بحري اسمها المياه الإخليمية دي مياه زي هذا الأرض كامل السيادة الوطنية عليها بعد الـ 12 فيه 12 تانيين اسمهم المياه المتاخمة أو المجاورة دي بيبقى على الدولة عليها لها كل الصلاحيات والسيادة من إجراءات صحية وجمارك الى آخر ولكنها شبه سيادة كاملة مش سيادة كاملة لكن ده ده القانون البحار اللي أقررته الأمم المتحدة يبقى عندي في الأول من أول اليابس 12 ميل بحري اسمه المياه الإخليمية وبعدين 12 ميل تاني اسمه المياه المتاخمة يعني كان ميل 24 ميل بعد الـ 24 ميل أبدأ أشتغل في المنطقة الاقتصادية الخالصة كان ميل 200 ميل 200 ميل يعني أنا من نقطة الأساس عندي أمشي أخذ 12 ميل وبعدين 12 ميل وبعدين 200 ميل منطقة اقتصادية المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر أدور فيها على الغاز على البترول على الصيد على غيره لكن يسمح فيها يعني بمرور السفن وغيره أنت كل اللي في باطنها ملكك اسمه المنطقة الاقتصادية الخالصة لك بعد المتين ميل المياه الدولية بتاعت كله بقى مش ملك حد يبقى أي دولة عشان يبقى عارفين بس الموضوع مش الموضوع من أول المياه من أول اليابسة 24 ميل بحر نصهم مياه اقليمية خالصة نصهم شبه سيادة اللي هو متاخم وبعدين 200 ميل وبعدين مياه الدولية قادل 200 ميل مصر كانت بتحدد مع قبرص المياه الاقتصادية الخالصة لأن معروف عندي المياه الاقليمية بتاعتها 12 ميل والمياه المتاخم 24 ميل بعدين المتين بنبدأ نشوف لو أنا عندي متين وهو عنده متين ما فيش مشكلة حصل لكن لو لو المتين ميل المفروض احط فيهم من علامة من الارباة بعد الارباة عشرين ميل اعمل متين ميل هخش في حدود دولة تانية وهو لو عامل متين ميل من عنده هتخش في حدودي فبيقوله بعد الاربعة وعشرين ميل من عندي وبعد الاربعة وعشرين ميل من عنده اللي في النص نقسمه بالنص تاني يعني انا باخد عندي اربعة وعشرين ميل وهو من عنده اربعة وعشرين ميل اللي باقي في النص ايا كان هقال لي من ميتين نقسمه بالنص ده اللي بيحصل في الترسيم بتاع الحدود الاقتصادية الخالصة وانا بقى تاني بقول مبروك للمصريين انجاز هذا الترسيم لانه بيفتح لنا افاق جديدة حقيقية في مجال استخراج النفط والغاس